طيب زي النهاردة ويقولنا لكم دايما زي النهاردة وزي أي نهاردة هتلاقوا فيه أحداث مضيئة في تاريخ النادي للأهلي زي النهاردة أو زي مبارح 5 أغسطس سنة 82 الأهلي يفوز على المصري في نهاية كاس مصر سنة 83 بهدف خالد جدالة الشوارب حيفكركم بهذا الهدف زي ما انتوا شايفينه هدف خالد جدالة في نهاية كاس مصر 83 أهي خالد جدالة ده رجله كانت مصطرة ما شبتش واحد رجله مصبوطة وكورته ما بتعلاش زي الرجل ده يخدها على عيبها يعني كان دايما لي وهي متحركة زي ما تيجي كان الحقيقة اللعيب كواسي واللعيبة المميزين طيب زي بكرة بقى 8 أغسطس لكن سنة المدش في خالد أنه كان لعيب في نادي هيلوبلس واخدناه من دورة رمضانية من دورة رمضانية شفناه في دورة رمضانية وزا مالك حطوا عينه عليه واحنا أسرعنا مش أنا يعني أسمة بصلي لكن خدناه من دورة رمضانية كان مين كان عبد البقال والله أرحبه ما عش فاكر مين يعني لكن هو يعني هو اللي بيختار طبعا الجهاز الفني ساعة اتشافت دورة رمضانية واخدناه من اتصالات اعتقد كان كمان حافظ اتصل بها مسؤولين هده اليوبلس واخدناه كان الكابتن الجهري له دور في هذا الأمر الكابتن الجهري اه كان يحب زي بكرة بقى أو 8 أغسطس عام 1991 الأهلي فاز على الزمالك 1-0 أو 2-0 جنين بتوعه محمد رمضان في نصف نهاية كاس مصر وفي النهاية فاز الأهلي على أسوان 1-0 ايضا بهدف محمد رمضان نشوف هدفين محمد رمضان في الزمالك في نهاية كاس مصر 91 باش مانس رمضان ده كان يحسسك ان الكرة سهلة قوي اه وما يحتفلش وما يجريش قولك عادي ده يعني ما بتحتفلش الجل بص الكرة قولك ما هو الفرود هزين كان مهم هزين كان هزين كان اه سمام أمان كبير جدا حفظة النادي الآخر في المباراة العالم وما فيش أفصائد وماشي ده مدان وعند رمضان وهي عبكورا فيه هدوء اكتر من قد واه ها ويرجع يعمل لك وش بعمل ها 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 يعني نفرد بالجل مفيش المعاناة في الاحتفالية بسيطة من الفراودة المهمين في تاريخ الكرة المصرية والأهلوية على الحياة كابتن محمد رمضان قص في التمهور وقت ما كان المدرجات عامل ازاي ويما كان يزعل كان قد فعرها شين الرف او اي وخلاص دائما انتصارات وزي النهاردة وكل نهاردة هتلاقوا تواريخ واحداث مضيئة في تاريخ النادي الاهلي لكن يبقى الحديث عن اللائحة ومستقبل الملك بعد الفاصل